أعلن مدير وقاية محافظة الجهراء العقيد خالد العجمي عن نجاح خطة الطوارئ التي وضعتها الإدارة العامة للإطفال لتأمين ووقاية المراكز الرمضانية والمصليين خلال شهر رمضان كشفا عن أن الإدارة لم تسجل أي حادثة طوال شهر الفضيل كشف مدير وقاية محافظة الجهراء العقيد خالد العجمي عن نجاح خطة الطوارئ التي وضعتها الإدارة العامة للإطفاء لتأمين سلامة المراكز الرمضانية والمصليين خلال شهر رمضان والتي ترجمت بعدم تسجيل أي حادثة طوال شهر الفضيل وأشار العجمي إلى أن أكثر من مئة رجل إطفاء شاركوا في تنفيذ الخطة من مختلف القطاعات مبينا أهمية مشاركة العنصر النسائي هذا العام في سلامة تأمين المصليات النسائية وتضمنت الخطة ثلاث مراحل تعنى الأولى بالكشف والتفتيش على المساجد والقاعات والخيام والتأكد من استفاء جميع الاشتراطات الوقائية فيما تختص المرحلة الثانية بتدريب الموظفين والمشرفين والمنظمين على التصرف في حالة الطوارئ والإخلاء في حين جاءت المرحلة الثالثة لتوفير فرق تفتيش ومكافحة في هذه المراكز طيلة فترة إقامة الصلوات كما تخلل الخطة العديد من المحاضرات للمواطنين والمقيمين وتوعيتهم بمخاطر الحريق في السكن الخاص من خلال عرض أفلام مرئية تتعلق بالجانب التوعوي إلى جانب أهمية اقتناء مطفعات الحريق وكاشفات الدخان في المنازل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر